في رسالة تهنئة بمناسبة تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس وركاني الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايد صالح قال أن مباراة المنتخب الوطني هي مناسبة أخرى أثبت فيها الشعب معدنه لاصيل ووفاءه لرسالة الملايين من الشهداء معتبرا ذلك ردا قويا وصريحا على العصابة وأبنابها ولكل من تسول له نفسه التشكيك في وحدة هذا الشعب شكرا